انا بواجه كلامي لعضاء البرلمان فيما اخص القانون اللي حيطرح عليهم ببيع الجنسية المصرية بواديعة خمس سنين تمصيري الاجانب في مصر يعني تحويل مصر الى مستعمرات داخلية يبقى خصائص الامة اللي اتكلمنا عليها في اول حلقة راحت للأبد راحت الهوية المصرية راحت على جدران ونقوش جدران الفرعنة زمان كانوا بيقولوا صعوبة الحصول على الجنسية المصرية اللي انت جايت بيها النهاردة تمصير الاجانب يا برلمان معناه دخول رؤوس اموال اليهود ليحكموا مصر نابليون بنابارت اللي قال من يحكم مصر يحكم العالم هذا القانون حيتمرر لاحتلال ناعم للدول الغربية ورؤوس اموال اليهود في خلال عشر سنين من النهاردة تحت بند ايه؟ تحت بند فقر الشعب المصري عشان يرضخ ويوافع على هذا القانون احنا مش لقينا ناكل دلوقتي فيبع سهل جدا ان ايه القانون يطرح يتوافع عليه هو المخطط كده الجنسية المصرية عايزين يبقوها النهاردة جنسية مصر عايزين يبقوها بوديعة ويقول لحضرتك ايه؟ طب ما بريطانيا بتبيع وامريكا بتبيع دي دول مهجنة دي شعوب مهجنة مش امة ما عندهمش خصاص الامة جيش هم مهجن احنا جيشنا مصري عشان كده مش عارفين يكسروه وبعدين هناك اللي بيضحك بقى على الناس ويقولك ما هم بيبيع او ما بيبيعش انت مستثمر بقى لك خمس سنين بمصانعك هناك بتشغل القسر بتاعتي عندك تعال اقدم على الطلب واخد الجنسية عشان انت مستثمر مش بواديعة حتى. بمصانعك هناك بتشغل القسر بت شوف المصيبة السودة انت بتبيع جنسية بواديعة. في مخطط الاحتلال مصر بقواتهم النعمة بموجب هذا القانون. ده صحيح. وده هيبقى فرعبة كل البرلمانيين اللي في مصر. انت كده انت كده انت كده ما بتبيعش الجنسية انت كده بتبيع بلدك للأسف. ما بتبيع بلدك اه. بتبيع مصر. وهذا الطرح تم من داخل مجلس النواة. مش عارفك على بعض.